في خضم الجهود السياسية الموازية لاستمرار الحرب في قطاع غزة زار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مصر واجه محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية ته بدر عبد العاطي في مدينة العالمين لبحث الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال استقباله بلينكين أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية بيان رئاسي مصري أكد أن السيسي حذر خلال الاجتماع من خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته مشيراً أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين من جانبه أعرب بلينكين عن اتفاقه مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبذلها مصر في هذا الشأن وفي وقت سابق قالت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل مضللة في حين أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تفاؤله بعد اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين الأثنين على صعيد متصل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من ممري نتساريم وفلادليفيا الأمنيين في قطاع غزة على الرغم من الضغوط الهائلة التي تمارس عليها للقيام بذلك حسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو وصف قرار عدم الانسحاب من الممرين الأمنيين بأنه أصول استراتيجية عسكرية وسياسية على حد تعبيره مضيفا أنه ليس متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق شكرا للمشاهدة